بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد إزايك سنة خمس ساعة منين إيه ربك كلك تكون بخير يا حبيبي النهاردة إن شاء الله هنشرح لسن فور في يونت سيكس من كتاب المعاصر هنشرح الدرس الرابع في الوحدة الستة من كتاب المعاصر وقبل ما نبدأ ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس يوصلك كل جديد ونبدأ على طول ما نقول بسم الله الرحمن الرحيم هنبدأ بمجموعة الكلمات اللي في الدرس أول كلمة عندنا يقع أو فصل خريف fall fall كلمة fall تنفع فعل وتنفع نوان verb بمعنى يقع نوان بمعنى فصل خريف يبقى كلمة fall لو وقعت في الجملة كverb كفعل يعني يبقى معناها يقع لو وقعت في الجملة كنوان يبقى معناها فصل خريف يقع أو فصل خريف fall F-A-L-L بنقسم الكلمة علشان نحفظها سبيرنج بكل سهولة صالة H-A-L-L وحرف ال-H بينطقها تبشير Choke حرف ال-L silent Choke C-H-A-L-K حقق Wall 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 W-A-L-L عندنا حرف ال-W بينطق وو Wall Wall وحرف ال-A في الكلمة دي حبابي بننطقه زي ال-O Wall Wall W-A-L-L ينادي Call ينادي أو يتصل Call تنفع برضو يتصل تلفونيا Call Call C-A-L-L حرف ال-C بينطق K يمشي Walk 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 W-A-L-K حرف ال-L silent بنقول Walk Walk يتحدث Talk Talk ال-L برضو silent وحرف ال-A بننطقه زي ال-O Talk Talk صغير Small 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 S-M-A-L-L بعد كده غسيل وكاية الملابس Laundry 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 C-E-R يرسم Draw 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 D-R A-W من شار So 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 كنوين الكلمة دي حبابي كنوين معناها من شار كفيرب معناها رأة في الماضي معناها رأة كده الماضي لسي يرى يبقى كلمة So لو وقعت في الجملة كنوين يبقى معناها من شار لو وقعت في الجملة كفيرب يبقى معناها رأة في الماضي قانون لو 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 L-A-W كف الحيوان P-O 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 P-A-W فك جو 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 جي A-W يسحف كرول 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 حرف يسيبه أنت أكيه يسحف أو يحبو كرول 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 C-R-A W-L بعد كده بقول لي listen and circle يعني استمع وضع دقرة listen and circle يعني استمع وضع دقرة الكلمة اللي تسمعه في كل نمبر بتعمل عليها سلكل دقرة number one call الكلمة التانية number two لو الكلمة الاولى number three سوصر الكلمة الاولى بعد كده في letter B number one full الكلمة التانية number two so الكلمة التانية number three small الكلمة الاولى بعد كده letter C number one جون الكلمة الاولى number two pull الكلمة الاولى number three wall الكلمة الاولى شوف الصفحة البعض كده عندنا السؤال بقول لي listen and circle استمع وضع دقرة يعني هنهارة الكلمة الكلمة اللي هتسمعها في كل النمبر هتعملها عليها سلكل دقرة number one small الكلمة الاولى number two low الكلمة الاولى number three wall الكلمة التانية number four choke الكلمة التانية number five walk الكلمة الاولى يبقى الكلمة اللي بنسمعها بنعمل عليها سلكل دقرة بعد كده بقى بقول لي read the sentences اقرأ الجمل write the numbers يعني وكتب الارقام then listen ثم استمع بنقرأ الجمل ونترجمها ونفهمها وبنرقم الصور اول جملة بتقول adel isn't tall يعني عادل طبعا الطفل عادل ليس طويل he is small هو يكون صغير ثاني adel isn't tall يعني عادل ليس طويل he is small هو صغير يبقى كده الصورة اللي بتدل على number one على الجملة الاولى هي دي حبيبي كده بدل ان هو ليس طويل وطبعا هو صغير number two adel can't talk يعني عادل لا يستطيع ان يتحدث he can't walk لا يستطيع ان يمشي he can't do ذا لون دري هو لا يستطيع ان يقوم بغسل الملابس يبقى دي الصورة اللي بتدل على الجملة التانية كده هو لا يستطيع ان يتحدث مع ممتو لا يستطيع ان يمشي لسه صغير ولا يستطيع ان يقوم بغسل الملابس مكان ممتو number three but ولكن آدل كان crawl يستطيع ان يسحف شايفيني الصورة اللي فيها عادل بيسحف but ولكن آدل كان crawl يعني عادل يستطيع ان يسحف crawl يعني يسحف oh no آدل is in the hole يعني عادل يكون في الصالة كده هو في الصالة بيسحف في الصالة يبقى دي كده الصورة اللي بتدل على الجملة التالتة اخر جملة آدل has تشوك آدل has تشوك يعني عادل لديه تبشير look at the wall يعني انظر الى الحائط he can draw هو يستطيع ان يرسم يبقى دي كده الصورة اللي بتدل على الجملة الرابعة يبقى هنكتب هنا number four كده بنرقم الصور هنقرأ الجملة تاني ونترجمها number one آدل isn't tall عادل ليس طويل he is small هو صغير number two آدل can't talk يعني عادل لا يستطيع ان يتحدث he can't walk لا يستطيع ان يمشي he can't do the laundry لا يستطيع ان يكون بغسل الملابس number three but ولكن آدل كان crawl يعني عادل يستطيع ان يسحف oh no آدل is in the hole يعني عادل يكون في الصالة number four آدل has تشوك يعني عادل لديه تبشير أو يملك تبشير look at the wall يعني انظر الى الحائط هي كان draw هو يستطيع ان يرسم وبكنا يا حبابي نكون وصلنا لنهاية الفيديو ان شاء الله الفيديو اللي بعد ده هنحل في اسللة الدرس واسبكم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر